اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن انا عادتهم لك اشتركوا في القناة امسك اطلال اطلال انت مين دقيقة شكرا شكرا تطلب منه لا لا ارتكال بعد اتخلص افل وراك، هذا مفتاح الكفتيريا لا 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 بواحطت تنمي لا, لا حظت الأن لا تفهمي لا لا يوجد ترجم جدا لا، سماره لن أتشاهد أسمى أحمد هافو لا أقل لم أعرف أي شيء خلال بالسانما لم أقرأت لا أشاهد من المنتاج علمي بلا أنني أرى عمزيز يوسف شهين ولم يبدأ بالنسبة يبدؤ أجل يوجد مهن 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 المنتاج هو الحاجة بتتحكم في إقاع العمل عامتي الدراما بتيجي من فكرة إن أنا أخليك كذا أمتى؟ أو أترك أمتى؟ خليك تنهج معي أمتى؟ والمنتاج تأثيره في الدراما هو فكرة إنه رزق من ستوري تانية ببدأ من أول الفكرة أحياناً مدرم بالورق، مدرم بتحضير ببداية إن شغل خالص علي ده من أول الفكرة أو من أول درافت بيس لعمل الورق أعتقد إنه مفيش فن في الدنيا لير وولس سر على إنت عايزه جدًا وإذا تبقى أنت عارف أنت عايز إيه بالضبط أنا أعتقد إن أي حد عايز يبقى كويس في أي شغل أنا هتجي بقى ليه شوية معطيات عشان يبقى فيه مخرجة فالمعطيات اللي في طريقة شغل أنا هي الفرجة الكتير تقرى كتير، سافر كتير إن كل اللي ما بتشوف حاجات مختلفة عن أنت متعود تشوفها أعتقد بتأثر جدًا في طريقة فكرة أو طريقة خروج الحاجة منها ده رجل ده السام كل ما بيشوف أكتر كل ما بيتطلع شكل مختلف من الحاجات المختلفة عن شغل زيك يا أستيسي مرفز أنا دي زيك أول إحنا قريب حفزي علمنا منتج بقى يولا مش هو أكلمك تقريبًا قريب إيه ده أنت بتايهين أيو أيو أنا اللي كلمتك في التليفون وأنا جاي من بعيد يعني ما تدومش تمام نحن نعرف نبدأ منين بقى يعني أنا بص أنا أتصوري يعني اللي أنا فهمه إن أنا عندي شوية مشاهد أو لقاطات أنا أمصورها وهي عايزة حتم مع بعض حلوه أهو تعال بقى نقسم المونتج لحتة تين كده حتة التكنيكل والحتة التانية اللي هي علاقة بالأرتيستيك البورت اللي هي الجانب اللي فيه كرياتب شوية أوكي اللي بيحصل ديه في المونتج نحن بقى صورنا خلاص إنتوا رحتوا صورت مساكت التليفون أو مساكت الكاميرا صورت أي حاجة نحن نزلين بقى نركب دون يعملهم مشاك هنعمل ده إزاي؟ مونتج أول حاجة في أهم حاجة تتفرج على المتریال اللي عنده كله وإنت ماشو بتتفرج بتعمل مارك يعني أنا كالراجل المونتيرا أو اللي الراجل بيمنتش ده ده بيبقى أول مشاهد للماتيريال اللي تصور فاللي بيحصل إن هو ري أكشن المنتير ده على المتريال هو أهم حاجة في الموضوع يعني أنا بتفرج على المتريال وأنا بتفرج حاسية هنا أن الحاتة دي دا حاكتني الحاتة دي أصَّرت فيه فأول حاجة check the material تتفرج على ماتيريال كله وقالين تم مارك الماتيريال دول كده نقطتين وهمين جدا بعد عمل تم مارك الماتيريال هابدأ أرتب الماتيريال يعني بنشهد أوله حاجة وأخره حاجة ونصه حاجة فهرتبه أكوردنج للسكريبت أو للسين أنا عايز أعمل بالسين ده إيه أركب الحاجات دي بقى كلها على بعض أركبهم بقى إزاي؟ أركبهم أنا عايز أحس إيه فين؟ يعني المونتاج ده فيه عناصر تانية جنب الصورة فيه عندك الصوت مهم جدا بقى أثناء المونتاج يعني أنا عايز أحس حاجة معانا في حتة معانا فهحط المزيكة في الحتة دي طيب أنا كده فهمت حاجة إحنا الأول بنتفرج على الماتيريال كلها بعد كده بنعمل ماركة على الحاجات اللي عجبتنا وبعد كده بنرتب بالضبط كده إيه دور المخرج بقى في اللي بيحصل ده؟ ده هو المخرج بقى ما أنت ودد ده بقى مرحلة اللي بقى ده بقى ده كله نخرج دلوقتي بقى مثلا فيه مخرجين بقى فيه الساقة مع بنا فبسرني أعمل ده في الأول لوحدي ويجي هو يقول لي وجهة نظر وممكن يرمي كلها اللي عملته ده وممكن يجي هو يلاقي الماتيريال اللي هو صوره وأنا ركبته بطريقة تانية خلص فيبدأ نفكر بطريقة تالتة طيب أنا عايز السوائل بقى في الحتة دي يعني أنا دلوقتي إلي أنا فهمه إن السكريبت بيبقى مشاهد 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 وراء بعض المشاهد الأول التاني التالت وكذا فهل المنتير ممكن بيغير ترتيب المشاهد دي ولا هو بس جوه المشاهد بيغير الشطات ولا ممكن مشاهد أصلا اللي هو كان مكتوب في السكريبت مشاهد رقم خمسة إنت تحوله بيبقى مشاهد رقم واحد حلوة جدا فيه مقولة كده بتقولك إن آخر درافت في السكريبت بيتكتب بيتكتب في المنتاج يعني بعد ما الاسكريبت تكتب وكل حاجة ممكن تيجي في المنتاج بقى تغير الفكرة دي كلها خالص لأن إنت في معلومة معاناك كنت أقيلها في أول في أول الفيلم خالص عايزة تأجيلها في الآخر تبدأ بقى تغير تعال نعمل بقى زي البازل كده تعال بقى طب ما نجيب ده هنا طب ما ناخد نص المشاهد ده هنا ونأجل نص المشاهد ده في منطقة بعض طب وهو الصح إن إحنا بقى نصور حاجات كتير قوي وإنته يعني أو المنتير يقعد يشوف يعني يختار منها ولا الأحسن إحنا نصور الحاجات بص هي مدارس كتير جدا فيه مخرجين بيصور هو عارف وعايز إبزاد فبيصور على قد على قد اللي هو شايفه أنا من مدرسة نصور كتير جدا وتعال نجرب عندنا الأوبشنز لغاية آخر يوم أن نجرب حاجات مختلفة فيه نوع من الصوفتور الأول فيه صوفتورز فري صوفتورز بتيجي مع الكمبيوتر فيه حاجة بتيجي على الويندوز بتيجي زي الويندوز موفي ميكر والماك بيجي عليه الاي موفي دول صوفتورز ببلاشين فعنستخدمهم في الأول الخارس كبجنرس بتيجي تصور بالآيفون بتاعك أو بأي تليفون في الدنيا تتصور وتحط على الصوفتورز دي أما تيجي في مرحلة مهمة تتعالي الريزولوشن بتاعتك بتعالي بكواليتي هنا بقى تبقى دي المرحلة اللي يلا إتسبابها والتايم ناكتب نقل لي الصوفتوري اللي هو بفلوس ده كلهم بيشتغلوا بنفس الكونسلت الفروق بقى كلها في نوع الماتيريا اللي تتعاملوا معي يعني الفاينال كات بيشتغل بماتيريا الواحد اللي تنتخلقه القفد شوية بيحتاج ان انت بتحول لحاجة اسمها اما اكساف يعني لي كلها فورمات مختلفة الميزة البريمير انه اي فورمات بيخش له وهو بيفهمه طب دلوقتي انت قلتلنا على برامج كتيرة جدا ايه الفرق ما بينهم بقى؟ بص في حاجة مشتركة كده في كل البرامج دي له فكرة انها بتعامل مع صوت وصورة لو اتكلمنا ان احنا عندنا صوت وعندنا صورة فتعال نقول ليه تركات الزرق دي دي تركات صورة وتركات الخاضرة دي تركات صوت احنا كذلك ما كنا بنقول ان المونتاج انت بتركب الحاجات ورا بعض واحيانا انت بتشتغل على الصوت لوحد فانا همحتاج المالتي ترك في الصوت عشان كده يعني فيه عندي الديالوج عندي تحت الديالوج ممكن احط مزيكة في حتة معانا وفيه عندي ساوند الفلاكس في بعض الاماكن هم دول بيجوا مع بعض بقى؟ ده بقى يعني الصوت والصول دول بيجوا مع بعض لا فيه قبلي فيه بقى فيه مساعد قبلي شغولته انه هو هيحط الصوت وانت عارف الكلاك اللي بيخشه لو هو بياغبط ده الكلاك ده شغولته ايه؟ شغولته انه هو بيعرفني اول مكان الدخول للصوت مع الصورة يعني الخطة دي اللي هو بيشوفها في الصورة في الصوت هيبنسمع نفس الخطة دي فهو بيركب الاتنين دول فوق بعض فبقى كده ماشي معايا ترك الصوت والصورة مع بعض فانا اهم حاجة في اي صفت ورا اختاره ان يكون مالتي ترك وبقى تحديدا في الصوت يعني الصوت عندي لائرز كتير كده باشتغل فيه واوانا بمنتيج وكذلك في الصورة عارفنا بتتلاجع على فيلم واتلاقي مكتوب بحتى بعد مرور شهر فبعد مرور شهر تلكتب في لائر فوق الصورة تويتكتب في لائر فوق الصورة وتكتب في الصورة وكذا بقى مالتي ترك في الصورة فكرة تلكتب في الصورة وكذلك في الصوت دي حاجة تيكمل في كل الصفتور التي هل hungry لأهم حاجة زي ما قلنا كده انت تختار صوفتور مناسب للبروجبت اللي بتعملها أو مناسب للفترة اللي انت فيها عشان كده انا شايف اللي بدايتنا ممكن تبقى بصوفتور رخيصة موضوع مش صعب خلص الموضوع سهل وموجود بيجي مع اي لابتوب بتشتريه أو مع اي كمبيوتر بتشتريه طيب يا جماعة باي باي انا بقى كده شكرا جدا يا متشكرين والله ديزولف بقى انت كويس قوي ها؟ لا انا ببسط المنتاج عبارة عن جزئين جزء تقني وجزء فني الجزء التقني بيتكون من جزئين اولا لازم يكون عندكو كمبيوتر سنان لازم يكون عندكو السوفتوير السوفتوير فيه منه بفلوس وده بيكون اكتر للبروجب وفيه منه برضو مجاني وده بيجي مع معظم اللابتوبس لو عايزين تعرفوا طريقة استخدام اي سوفتوير هتلاقوا ليهم توتوريالز موجودة على الانترنت الجزء الفني ان انت الاول تتفرج على كل المتيريال اللي عندك وبعدين تبدأ تمرك على الحاجات اللي انت شايف انها مهمة او اثرت فيك وبعدين تبدأ تكرر انت هترتب المشاهد دي ازاي وده اللي فيه الجزء الفني اللي بيفرق منتير عن التالي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة شوفكم الحلقة الجاي باي باي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة